على طاولة المفاوضات الرئيس أنور السادات قاعد وقصاده جلدة مقير رئيسة وزراء إسرائيل هيا جلدة يا بخت منذر وخفف أنا عارف إن الجو في مصر هايل بس يعني لو ما فيهاش إساية أدب الأرض أردنا جلدة قالت له أه ما احنا كسبناها فالرئيس أنور السادات حبي يستفسر أكتر كسبته إيه معلش يا جلدة سيناي لحظة واحدة كده أنت أصدق سينا سامتوها سيناي وانتو كسبتوها فجلدة خدت نفس من السجارة وطلعت خريطة العلم من جبها وفرادتها عالترابيزة وقالت له بص يا أنور أنور لا أنور فكملت جلدة كلامها وهي بتشد نفس من السجارة وبتشورع الخريطة إحنا عايزين هلبة الجلام في سوريا وكمان القدس الشرقية في فلسطين وإحنا عايزين غزة كمان هي مش هتخسر وسينا طبعا ده كده كده بس بشارب حدودها هتبقى منزوعة السلاح علشان كفاية حرب بقى فين السلام يا شعب السلام فالستادات مال على المساعب بتاعه وقال له هتقول لها فين ولا هتقول لها أنا فين وقبل ما حد يفهم القفه ويدحك السادات بص الجلدة وقال لها مش عايزة كولا دايت مع الأوردر اللي زوم اللقم الحرام محنا جايين نهزر فالجلدة قالت له أنور جيشك مش قد جشنا أسلحتك مصها قديم والنص التاني رح في حرب 67 ده غير إن بلدك مش حامل حرب تاني أنا بقول لك ده المصلحة أنا مش هكسب حاجة أكتر من اللي كسبتها ولإن أنور السادات معروف بالرئيس المؤمن شاتما نستغفر ربنا وقال لها بيننا وبين كل حرب يا جلدة وتاني يوم السادات اجتمع بكل قادة الجيش تجتماع طارق جدا وفي الاجتماع ده طلب أسامي كل الجنود المسلمين علشان يطلعهم رحلة عمر مش حاسس إن انت عايز تقولينا حاجة تانية يا ريس مش حاسس إن انت ناسي حاجة حرب مثلا ده الشعب كله لبس لسود من سبعة وستين وحصلت مظاهرات كتير قوي وقتها طالب الحرب والتجنين المهم على الناحية التانية في سينة وتحت عين العدو كان الجيش بيقوم بحملة صيانة للمعداد وتجديدات شاملة وفي وسط الهيصة دي نقل ورش الصيانة على الحدود الأمامية للجابة فلو نقلنا ميت دبابة محدش هيقول لنا إيه ده انتوا بجهزوا للحرب ولا إيه لأ هيقولوا بيحملوا لها صيانة عادة هنا بقى القيادات فهمت إن السادات نوي يدخل حرب بجد وإن حركة العمرة كانت معمولة عشان لو حد سألنا انتوا بتجهزوا للحرب كان على عيني يا لمبي الجنودي بيزوروا سيدنا النبي في الحجاز بيدعولنا وده لأن الجيش كان خايف من الخيانة اللي كان يتعامل من العوامل لخساريتنا في سبعة وستين ده مش كده بس ده السادات أمر باستراد القمح على دفعات عشان ما حدش يقول مصر بتخزن سلع أسسية لأننا لو طلبنا الأردر مرة واحدة هنتقفش ويشتغلوا لنا بقى بتستوردي الكمية دي كلها لي يا مصر بنامل أكبر كيكب برطقان في العالم مش مكنعين؟ لأ وقبل نهاية كل سنة السادات كان يجر شكل إسرائيل بتصريحات جريقة في الشهور الأخيرة من سنة السبعين السادات قالحن حارب فإسرائيل عملت إيه؟ جاهزت الجنود والأسلحة؟ لأ وكمان اشترت أسلحة بقى وخلصت السنة والسادات بعمل كاونت داون عادي مع جهان في البيت جات سنة بقى 72 السادات طلع هددهم في المايك ورماء ونزل فإسرائيل تخضت ونقلت الجنود والأسلحة تاني فده معناه إن إسرائيل عملت كيش وتتعف جنودها على الفاضي وكما هو متوقع تماماً ف10 أكتوبر 1972 تولى بقى سلطان عادي ومصر برضو ما دخلتش الحرب في نفس الوقت السادات كان بيشتغل على خطة الحرب واللي تعدلت أكتر من مرة لحد ما وصلنا لخطة بدل الخطة اللي حربنا بيها بس قبلها كان الفريق محمد صادق شغال على خطة الدفاع متين لحد ما جاء الفريق ساعد الدين الشازلي اللي طور من الخطة دي لأ وكمان حط خطة هجوم للجيش المصري لأول مرة وده كان حدث المعنويات كانت في الصفر خسرانين حربوا أرضنا محتلة ست سنين لأ وكمان العدو عمال يزيد الجيش اللازي لا يكهر الخط المنيع أصدهم يعني على خط برليف بتاعهم ده خلينا بقى نتكلم شوية عن خط برليف بسم الله الرحمن الرحيم كده هو من مدينة بورسعيد للسويس يعني 180 كيلو الفكرة مش في الساتر الترابي خالص الفكرة في الوراء في 25 قوضة من حديد مسلح وخرصانة بتوصل لسرديب تحت الأرض ومن السرديب دي بتطلع أنابيب نابل فلو الجيش عده من الساتر الترابي مش هيعدي من النابل اللي بيرفع درجة حرارة القناة لدرجة انه قاله انه بيحاولها البركان بيغلي فلنفرض انه عده من النابل هيطلع يلاقي مية دبابة فوش تصفي الجنود وتفجر الدبابات علشان كده ما كانش في حل غير اننا نبقى سبقنهم بخطوات كتير وعمرنا ما كنا هنعرف نعمل ده من غير تكنيك والله ما لحيقناش نعزم حد جات بسرعة علشان كده القيادات وقتها كانت بتوصل المعلومات باللهجة النوبية المهم كل المفاجآت دي نفحت ومصر اعلنت الحرب في 6 اكتوبر وطارت الطائرات المصرية وعدت القناة وضربت كل النقط الحصينة وده كان في نفس اليوم اللي بدل مقيادات العدو تصحى تحتها في البعيد الغفران كانوا في اجتماع طارق علشان يحد تقولها هيحصل دلوقتي في نفس الوقت اللي طارت فيه الطائرات الساعة 2 بالدقيقة كانت الضفعة الاولى من الجيش بتعدي القناة وسلاح المهندسين في الجيش وقتها عمل جسر مائي حاجة كده شبه الكبري بس بيتفك ويترك علشان الدبابات تعدي من فوق ومجموعة تانية من المهندسين كانوا بيعملوا فتحات في خط برليف واستخدمنا فكرة زكاية جدا اننا نستخدم مية القناة في اننا نعمل فتحات في خط برليف المهم الجيش المصري فضل من 6 اكتوبر لحد يوم 24 اكتوبر بيحارب العدو ورغم ان الامكانيات الحربية للعدو كانت اكبر مننا لكن زكاء القادة وشجاعة الجنود هي اللي خلت كفتنا قادرة تحارب وتنتصر وساعتها خرج من كل بلكونا في مصر صوت بيانة نصر وخد عندك بقى شوية ملحوظات الحرب مرجعتش سينا كلها مصر فضلت في مفاوضات سلمية لحد سنة 82 علشان بس نخرج كل جنود العدو من سينا وفي سنة 89 اترفع العلم المصري على طابة ودي اخر نقطة استردتها مصر تخيل لو مكناش رجع عنها كان زمانا بتروح دهب بالبسبور دلوقتي